أنت الذي فعلته هذه المجلسية المتمردة وهذه المجلسية التي استعانت في الأجنب استعانت من مرتبخة من دول التواربين وعاونة المجلسة المرسل الصغير والتغير القحل والبعينة التي لعنها الشعر السوداني وعرفها أنها هي التي استاهمت في شعال هذه الحرب وهي شريك أحساسية مع هؤلاء المجلسية المتمردة نحن نعلم بعد تحرم دقيق جدا وبعد تقص حقائق حقيقية وبعد كثير من التأني أن الذي دعم وجيك هذه المجلسة هي دولة الأمارات العربية المتحدة وسلطانها الكبير بن جايد ونحن نقول للسيد الرئيس البرهان نحن تأكدنا بما لا يدع مجال المسك وأنتم تعرفون ذلك وأكيدتك كلها يجب أن تكون عارفت ذلك لك أن تطرد هذا السفير الملعون شر صربة ويجب أن السودان عبر المحاسبة الإقليمية والدولية وتودان دولته اللعينة هذه الدولة التي أحدثناها في عرفها أبناء السوداني علمته نظم الغواثي فلما قالها سنة الحجاني علمته الرماية كل يوم فلما اجتد ساعده رماني جد علينا هذه الدولة اللعينة أن تجرم ويجب أن تقوط بلماتيتنا في العالم دولة واضحة كبيرة تؤكد فيه للعالم أن الذي يجيش هذه النجوية وأن الذي يجهد في السودانيين وأن الذي يجهد في اقتصاد الحرائر هي دولة في الأمارات العارجية المتحدة ونحن نقولها هنا لسيد الرئيس البرهان أنت المسؤول الأول عن سيادة البلاد وهؤلاء مقتصدين لسيادة البلاد تذكرتهم اليوم قبل باكش ونحن نمهي للقوات المسلحة إن لم تطرد هذا اللعين كما طردنا فوقا فنطرد هذا اللعين بأنفقنا لكن نعطي فرصة لإدهات المعنية نحن نصعب الشرق ونحن نصعب السودان لا نرغب في هذا اللعين بفواقا لا نرغب في هذا الذي يجيش الماليشيا لا نرغب في هذه الدولة الشريرة دولة السرق التي تبنى في هذا العمل الثديث وهي تدعم هذه النجيلة من مطار الدرس صورة هذه الفيديوهات والمختفات والأحضرين كتبوا والغنوات الفضائية تحدثت لماذا يصمت الأمثل عن هذه الأشياء فنحن نطارد بالترطي اليوم قبل هذا ونحن سنعمل على ترطي وسنتهي في ترطي في هذه الأيام القديمة ترجمة نانسي قنقر